القطار الكهرباء الخفيف سابع وسيلة مواصلات بتنطلق من محطة عدل منصور ورابع وسيلة من وسائل النقل الكهربية القطار الكهرباء الخفيف فنم بيبدأ من محطة السلام محطة عدل منصور الى شمالا العاشر من رمضان وجنوبا المدينة الرياضية العالمية طول الخط بالكامل حوالي 103 كيلو في 19 محطة هيشيل مليون راكب يوميا المرحلة اللي احنا خلصناه يا فنم وبتشرف بفتاح ستك لها النهاردة والبدي في تشغيلها من عدل منصور بدر جنوبا حتى مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة وشمالا حتى مدينة العبور الجديدة بطول حوالي 69 كيلو فيها 12 محطة تقريبا يا فنم اشتغل فيها 20 شركة مصرية مع شركات صينية موردة للقطار والأنظمة تصل إلى تقريبا 15 شركة القطر يا فنم ده احنا الخطة هيشتغل عليه في المرحلة اللي احنا فيها 22 قطار ودول كافين جدا وإحنا كايبنهم المرحلة الأولى وزودنا عليهم جزء كده المرحلة التانية عشان نصل إلى مدينة الفنون بال22 قطار أيضا كل قطر يا فنم فيه 6 عربيات السرعة التشغيلية 120 كيلو متر في الساعة زمن التخاطر ما بين القطر والقطر 2.5 دقيقة المشروع ده فنم بيهدف إلى خدمة المدن الجديدة على طول مصار الخط سواء العبور أو الشروق أو المستقبل أو بدر أو العاشر من رمضان أو العاصمة الإدارية الجديدة بيربط مع الخط الثالث للمترو في محطة عدل منصور المركزية اللي ستك من شرفنا فيها دلوقتي بيربط مع مونريل شرق النيل في محطة مدينة الفنون والثقافة اللي عنوصلها في النهاية أو للأطرة يصلىها في النهاية الرابط مع الخط الأول لشبكة الخطار الكرباء السريع في محطة العاصمة المركزية بيحقق وفر في الوقود يا فنم بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا إزاي بيحقق الوفر ده إنه هياخد من وسائل المواصلات الأخرى المليون راكب دول هياخد من سيارات الأجرة 310 ألف راكب يوميا هياخد من الأتوبيس والمكرواز 330 ألف راكب يوميا هياخد من المركبات الخاصة وده اللي احنا مستأدفينه فعلا ونغير نمط استيلاكنا ونمط استخدامنا 360 ألف راكب يوميا دول إجمالي المليون راكب يوميا بتوع القطار الكرباء الخفية المشروع يا فنم لحد الآخر فيه 19 محطة ولكن المرحلة اللي احنا بنفتتاحها النهاردة بتشريف سيادتك 12 محطة بتبدأ من المحطة المركزية التبادلية العادل منصور وليسيادتك المولون العرب وأوراسكوم المحطات الوسطية تسع محطات في هذه المرحلة يعني منها طبعا فيه بتروجيت وأبناء حسن علام وكونكورد وكل الشركات المصرية اشتهلت فيها وعلى سبيل المثال لها محطة مرينة المستقبل فيه محطة مهمة جدا يا فنم هي محطة تبدلية تبدلية بين القطرين القطر اللي نازل فيه اتجاه العاصمة القدرية الجديدة والقطر طالع في اتجاه العشر من رمضان وأيضا فيه تبدل الخدمة بين القطار الكاربائي والقطار الديزل القاهرة السويس فيه منطقة تانية وهي منطقة بادر عشان اللي عايز يجي من العاصمة القدرية الجديدة أو العشر من رمضان ويلوح السويس يقدر يجي بالقطار الكاربائي ينزل محطة بادر زي ما زدتا كانت شارفنا وتشوف دلوقتي يركب من محطة بادر قطر السويس ويطلع في اتجاه مرينة السويس ودي منفذها شركة كونكورت المحطة النهائية للمرحلة الأولى اللي احنا فيها النهاردة هي مدينة الفنون والثقافة المحطة فنم دي جاهزة بنسبة 100% كل مرافقها كل منشآتها جاهزة للستقبال يعني ساتك ان شاء الله النهاردة بعد ما ساتك تشرفنا في محطة بدر وننتهي من الزيارة ان شاء الله فنم الركاب هيقدروا ركابه النهاردة من محطة عدل منصور إلى العاصمة النديرة الجديدة والعكس ان شاء الله بإذن الله متجاهزين اليوم فنم اوتوبسات ترددية احنا ساتك هتشوف دلوقتي في بدر عندنا اوتوبسات اللي هي تعمل أصلا في العاصمة الإقدارية الجديدة اوتوبسات بالغاز عندنا عشرين اوتوبيس جديد ولكن النهاردة ساتك هنبدأ نشتغل باوتوبسات ترددية أخرى داخل عاصمة الحين نفتاح العاصمة وان شاء الله بإذن الله ندشن خطوط الاتوبيس طبعا عشان نعزل وده في كل وسائل مواصلاتنا فنم وستك يمكن من 2014 ساتك بتوجه ان يبقى كل وسائل مواصلاتنا وخاصة السكاكية السكاك الحديث سواء الديزل او الكرابة تبقى في مصار معزول سواء بكبارل السيارات اعلى المصار او في انفق اسفل المصار او المصار نفسه بنرفعه على كوبري او بنمشيه في نفق عندنا يا فنم هنا خمستاشر عمل صناعي ما بين كوبري مصار او نفق مصار وبين كوبري سيارات ونفق سيارات على سبيل المثال سبع كبارل المصار القطر بيطلع عليهم يعني زي كوبري الروبيك اللي منفذها شركة متروجيت او كوبري العاصمة والقطر فنم ماشي عليه ودي على فكرة فنم دي محطة الحافلات المركزية للعاصمة الادرياج اللي منفذها مشكورة اللي هي لنسيها الخوات المسلحة بشركة كونكورد العاملة الكوبري ده الكباري السيارات اربع كباري في المشروع كوبري المستقبل واحد امام مساكن الزباط او مدينة المستقبل شركة سامكو ومستقبل اثنين شركة سعيد السعادة انفاء المصار ثلاث انفاء منها نفق بدري منفذها شركة كونكورد ونفق اليوبليس الجديد منفذها شركة المؤون العرب اخيرا نفق سيارات وهو نفق في منطقة حدايا العاصمة عشان العربيات اللي هتروح تجيب سكان العاصمة اللي ساكنين في حدايا العاصمة منفذها ابناء حسن علام من سنة شفتنا ايضا نأمن مصار القطار باسوار على طول المصار احنا نفذنا فنم دلوقتي تقريبا السبعين كيلو عملنا مية واربعين كيلو اسوار على الجانبين مخطط طبعا نوصل الى المية وثلاثة كيلو يبقى عندنا ميتين وستة كيلومتر اسوار اسوار خلصانية بركاس سابقة التصنيع عليها سلك كونسرتينة او سلك شايك يعلو الاسوار لتأمين القطار وتأمين الهالة نفسهم من مصار القطار طبعا يا فنم زي ما ستك بتوجه ان احنا بوحنا بنعمل الوسيلة بنتعاعد على عقد الصيانة بنعمل لها ورشة في مصر هنا تستطيع ان هي تنفس جميع اعمال الصيانات والاصلاحات من اول الصيانة اليومية والاصلاح الجاري والاصلاح المتوسط والاصلاح الرئيسي الورشة يا فنم دي هنشوفها واحنا متحركين دلوقتي على المصار سبعة وسبعين فدان ستة وعشرين مبنى نفذتها اتنين شركة مصرية جاما والرواد دي بعض النمازج فنم من المباني اللي موجودة اعمال السكة في الورشة طبعا عشان تقدر اطرط خط الورشة مخزن او تخزين او ورشة تخزين القطارات ثم مخزن العربيات والجرارات المعدات طبعا اللي بتصلح اتنين وعشرين قطار يا فنم اللي احنا جابناهم حتى الان واللي هم قادرين ان هم يشغلوا المرحلة الاولى اللي احنا نفذناها دلوقتي بالكامل ان شاء الله ويقدروا ينقلوا تقريبا لحد دلوقتي حول سبعمية وخمسين الف راكب لحين يسكمال المرحلة التانية من المشروع شكرا لفن مؤية اوامر اتفاضل يا فن شكرا لفن